وفاجعة طنجة التي أودت بحياة 28 عاملة وعاملا يستوقف الحادث عبد الفتاح مؤمن في كلمة القانودة أهلا بك عبد الفتاح أهلا سنة قلوبنا كل تحرقاتك تشوف مثلا أم فقدت ربعات لبناتها فاجعة طنجة 28 قتيل هم عمال يشتغلون في واحدة صناعية نقولوا سيريان قدروا أنها غير مرخص لها مسؤولية من؟ ما يجب التأكيد عليه سنة بداية وأن قانون الشغل في المغرب يقسم الوحدة الصناعية إلى وحدة صناعية قانونية وأخرى غير مهيكلة وبالتالي أعتقد أن مأمل طنجة يدخل في إطار القطاعات الغير مهيكلة وبالتالي تتحدد المسؤولية وفق هذا التصنيف إذن تتوزع المسؤولية بين ماركة الوحدة الصناعية الذي عرض حياة العشرات من الأشخاص للخطر توفي منهم 28 فردا وتتجلى المسؤولية التقصيرية لصاحب الوحدة الصناعية أولا يمنع عليه منعا كليا إنشاء مقاولة بمرأب تحت أرض ثانيا عدم توفر الوحدة الصناعية على شروط السلامة خصوصا مخارج الإغاثة في مواجهة المياه الجارفة ثانيا عدم وجود المعيدات اللازمة للوقاية ورابعا عدم وجود منبهات للخطر وغيرها من أوجه التقصير المسؤولية الثانية تتحملها السلطات المحلية في مراقبة وحدة صناعية في حي سكاني تشتغل به العشرات في ظروف غير ملائمة تعرض لهم للخطر في أي لحظة أما الجهة الثالثة في المسؤولية فهي المكون لها تدبيل قطاع التطهير بطنجة حيث تحول حي إناس وليس المعمل وحده لبراك المائية جعلت الضحايا يلفظون أنفسهم غارقا في دقائق معدودة الجهة الرابعة هي مؤسسة مفتيش شغل التي تتحمل وهي الأخرى مسؤولية المراقبة القبلي للورش علما وهذا يتيب كثير من التساؤلات مفتيش 350 مفتيشا للشغل بالمغرب لأزياد من 250 ألف مقاولة مصرحة والألاف التي تشتغل في القطاع الغير مهيكل وبالتالي كيف تستقيم المراقبة في ظل العدد الضعيف للمفتيشين الذين يستنزف مجهودهم في البحث عن الصلح بين الأجير والمشغل وترك مهمة المراقبة والتفتيش للوحدات الصناعية التي يجب أن تتوفر على معايير السلام والصحة نتابع أهمام محمد كريم السبعي خابير القضاء في البناء والتعبير المسألة الثانية هي المسألة الثانية هي المخارج الإغاثة لذا يقع حريق أو فيادار أو شيء حاجة الناس يلقوا من أن يخرجوا لا يمتزل على إسراء المسألة الثانية هي المهمة هي المسألة الثانية لا يوجد مشكلة. لأن الألارة يتعطي الاندار للناس الذين يخدمون ولا للناس الذين يقومون براء. لكي يتعلمون أن هناك مهلاً يتعلمون بشكل مهلاً. المسألة التي سنعرفها هو أنه من المسألة التي تتعلمون بشكل صناعي أن يكون هناك مهلاً في السؤال وإنسان العادة من المسائل التي تفادرون بها لأنهم لا يقومون بشكل مرات وشكل موت. إذن ممن المسؤوليات متداخلة ومتقاطعة. هناك تحقيق موكل إلى الجهات المختصة. هي أكيد تبحث في الأسباب والمسببات لتحديد المسؤوليات وترتيب للجزاءات. لوقع ووقع. الآن هذه الأسر ضحايا. كيف يتم تعويضهم من باب القانون؟ من باب القانون أكيد أنها على حساب وحدة صناعية غير مهكلة. وبالتالي غياب التأمين. ويبقى المنفذ الوحيد هو المشغل. في دل غياب شركة التأمين تحل محل صاحب الوحيد الصناعي يجعل ورطة الضحايا أو دوي الحقوق أمام خيار وحيد. ورفع دعوة تعويض ضد المشغل في إطارة الدعوة المدنية. بداعي مسؤولية والتقصيرية في تعريض حياة الضحايا للخطر. في دل عدم وجود صندوق عمومية تدخل في مثل هذه الحانات. وهنا يطرح السؤال للمشرع. ألا يجب خلق صندوق لتأمين ألاف المشتغلين بدون تأمين داخل القطاع الغير مهيك الذي تعترف الدولة بوجوده. بل حتى الكثير من الواحدات الصناعية التي تعمل في إطار قانون التشغيل. تكتفي بالتصريح لعملها بالصندوق الوطني الدمى الاجتماعي. الذي هو في الأصل ليس مؤسسة الدمان تتدخل لتعويض المتضررين من حوادث شغل الأمراض المهنية. بل مهمتها هو تعويض الأمراض العادية والتعويض عند وصول سن التقاعد. شكرا لك عبد الفتاح مؤمن على كل هذه الإضاحات القانونية. شكرا سنة.